اليوم العاشر على التوالي ما زال أنصار طيار صدري في اعتصامهم المحتوى أمام مبنى البرلمان بعدما كان الاعتصام داخل مبنى البرلمان اقتصر اليوم الاعتصام على أسوار البرلمان وعلى الحقيقة الخارجية كما تسمى أو الحقيقة الخلفية للبرلمان وحتى على الشارع المؤدي من وزارة التخطيط لحق البرلمان وحق البوابة الثانية لمبنى البرلمان المحتصلين ما زالوا المصممين على مطالبهم وهو المطالب التي ندد بها ومقتدى الصدر بأن يكون هلالك حل البرلمان وإجراء انتخابات نيابية مبكرة ربما هذه التطورات السياسية السريعة قد لاقت قبولا سياسيا من بعض الشخصيات اللطان التنسيق وكذلك من رئيس الوزراء مصطفى كاظمي ومن رئيس البرلمان محمد الحلقوسي وهناك ربما في الأيام القادمة قد تكون حل يبضي الأطراف السياسية الحل البرلمان واللجوء للانتخابات نيابية مبكرة كما ذكرت سابقا لوان أن صارت تيارة صدري مازالة مصدرين على اعتصامهم مفتوحة أمام مبنى البرلمان لحين تحقيق المطالب